أهلا بكم إلى هم أخبار تونس وهذه عنوين اعتقال مطلوب محل 16 منشور تفتيش في سيد حسين جار يقتل جاره بسبب خلاف حول قطعة أرض في القيروان وتعليق إضراب المخابس في ولاية الجسرين تمكنت الشرطة العضلية بسيد حسين من إلقاء القبض على مطلوب خطير محل 16 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياك القضائية مختلفة اتخذ إحدى البنايات المهجورة بالجهة مكانا يختبئ فيه نظرا لطورطه في عدة قضايا عدلية على غرار سرقة السيارات تمكنت وحدات أمنية تابعة للهيئة العامة للسجون من ضبط شاب قرب جهة الدهماني استطاع الفرار من السجن المدني بالكاف لتتم إعادته إلى السجن وفتح بحث تحقيق للكشف عن ملابسات فراره لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه متأثرا بجروحه بعد طعنه بواسطة آلة حادة من قبل جاره وذلك بأحواز معتمدية جبيكا من ولاية القيروان بسبب خلاف حول قطعة أرض فلاحية أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحكومة الإيطالية ستخص 261 من حال شهرية لفائدة الطلب التونسيين قصد متابعة دراستهم في الجامعات الإيطالية خلال السنة الدراسية 2023-2024 أكد رئيس الغرفة الجهوية للمخابس بالقصرين تعليق الإضراب المقرر في قطاع المخابس مبيتا أن السلطات المسؤولة وعدت بصرق مستحقات شهرين من المبالغ المتأخرة في ذمة الدولة للمخابس في الأيام المتحدة توجى الاتحاد المونستيري بلقب كأس تونس لكرة السلة بعد فوزه على النادي الأفريقي بنتيجة 60 مقابل 51 في مباراة الدور النهائي للكأس التي احتضنتها القاعة الرياضية المتعددة للاختصاصات في رئيس نهاية النشرة إلى اللقاء